شابت الحسن، مباراة الزمالك والاتحاد النهاردة هي الخطفة الأضواء الزمالك النهاردة للمباراة الثالثة على التوالي في تعصر والأداء خلاص، بقى واضح أنه الأداء في مشكلة في مشكلة في شغل تكتيكي في الملعب، في شغل فني، في مشكلة عند اللعبين أنت شايف المشكلة فين؟ إيه اللي بيحصل؟ هي المشكلة فوت اللبسي صراحة يعني الموضوع بقى له فترة في مشكلة للعباء من أول الموسم يعني لو تيجي تبص كده المدير الفني التشكيل بتاعه إصراره على الطريقة اللي هو بيرعب بها دلوقتي بدأ يغير أربعة ثلاثة ثلاثة من الأول كان فيه تعاند في كذا لعيب اختياره للعيبة المناسبة في المباراة بدأت برضو صعبة التغييرات بدأت تبقى متأخرة بدأت في مشاكل فوت اللبس فيه لعيبة حاسس يعني ما باجي أبص على الحاجات كده فيديوهات للعيبة مثلا بيبقوا قبل المطش بيقروا فتحة ما بين الشوتين بحاس فيه لعيبة كده مزمزقة يعني مش زي السنة الفاتت حاسس ان المود مش حلو السنة الفاتت نادي الزمالك كسب الدوري من قط اللبس خلي بالك كانت اللعبة اللي بيلعب مبسوط واللي ما بيلعبش مبسوط ودي أهم نقطة دي أهم نقطة لما المدير الفني كمان ياخد القرارات يعني أنا السنة الفاتت لما كان بيقعد بين شرقي كانش أي حد بيلعب كان بيكسب هو ماشي ماشي بمستوى كويس ومش الآن من حدهم خلي كل الفرقة كلها واحد تيم واحد في كور سبتة في كور المشترقة في اللعب الجماعي ففي حاجات كتير قوي كانت السنة الفاتت موجودة والسنة دي بدأت تختلف أنا كمان في نقطة كانت شعجباني جدا بعد ما كسب لإسماعيلي المدير الفني نفسه جي رح للجمهور بتاعه قال أنا بقينا نمبر وان وشافي فأنا معجبتنيش دي أنا بالنسبة لي أن حد مدير الفني يعمل كده ده مدرب خفيف بالنسبة لي يعني مفيش مدرب بينافس وبيالعف بس فريلا مش خفيف خالص لا معلش معلش أنا أعزو مدرب شخصية كوي جدا ومدرب كبير فنيا تمام تمام أنا معاك على فكرة بس أني أنت تيجي تعمل كده أنا بالنسبة لي أنا يبقى ده خفيف لأن أنت عندك المنافسة طويلة قوي عندك الدورة طويل والكاس وعندك بطوة أفريقا طب مش ممكن يكون بيحفز لعبته وبيحفز الجماهير يعني ده ممكن يبقى خلي بالك أنا في نقطة تانية كنت عايز أو لا كان في حاجات دايما مثلا كان سيد عبد حفيز بيعملها أمير كان بيعملها كان فيه صرعات كده الحاجات دي أنا حاسس أن الفترة دي بقت قديمة أن أنت عايز تشتت الندي التاني الخصم بتاعك وتقول أنا كذا وانا 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 وتعمل مشاكل أنا حاسس أن دلوقتي الموضوع ده بقى قديم دلوقتي أهم حاجة اللعيب هو اللي يزبط نفسه في الملعب طول ما أنت السنة اللي فاتت قوت قوي بتيجي تقول عايز تعمل مشاكل للنادي المنافس بتاعك بس دلوقتي اللعيبة مش مديها لك بقى لك ثلاث مطشاط بتخسر من أسوان بتتعادل في تعادل وعمل تضيع بابنات كثيرة والدورة طويل في هذه النقطة